موسيقى ساقيع ما بعد ساقيع لا يدفئه أبدا إلا مستوى اللي بتوصله مصر من علاقات مع كل الدول دول كبيرة دول مش كبيرة الحقيقة ماشيين في سكة حاجة تفرح خلونا دون مقدمات طويلة نرحب بضفنا العزيز الكاتب الصحف الكبير وسيد أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ازاي صح؟ ازاي صح؟ منورنا ازاي صحيح؟ احنا هنا جايين دخلين على بيت القصيد السياسة الدولية وبالتالي العلاقات ما بين سياسية واقتصادية وأيضا ثقافية مع دولة بحجم الصين تاني أكبر اقتصاد على العالم مرشح يبقى الاقتصاد رقم واحد في أمد قريب في أفضل الاستطلاعات وفي أبعادها بالكتير عشرين ثلاثين اللي يكون لها لبعض ثمان سنين شكل العلاقات ما بين مصر والصين عندنا علاقات تاريخية جدا من أم موت سي تونج وعلاقات أيام جمال عبد النصر بطبيعة الحال ثم علاقات حديثة صحيحا ولكن على ما يبدو أنها تحمل وطابة ومتانة أكثر مما سبق بالطبع كل حدرك تفضلت بذكره صحيح تماما فيما يندرج بالعلاقات المصرية والصينية ويمكن إحنا في معرض الكتاب وكنا نفتكر وإحنا صغيرين كان دايما الجناح الأكثر زيارة من الجناح الصيني ده بيعكس التقارب الثقافي وبيعكس الحب المتبادل على المستوى الشعبي بين الشعب المصري والشعب الصيني والذار الصين عارف قد إيه شعب الصين بيقدر الشعب المصري وعارف يعني قد إيه القيادة الصينية بتقدر الشعب المصري ويمكن ده يرجع زي ما حضرتك قلت بقى لبدايات الموقف المصري من تأسيس جمهورية الصين الشعبية في هذا التوقيت مصر كانت من أوائل الدول اللي اعترفت جمهورية الصين الشعبية ده جاء على خلفية لقاء جمع بين رئيس جمال عبد الناصر ورئيس وزراء الصين في هذا التوقيت وتلاه اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية 56 ومنذ هذا التاريخ حتى عام 2011 حق 2012 عفوا أغسطس 2012 كانت تمت 11 قمة بين الزعماء مصر وزعماء الصين ليه بنقولنا 11 قمة علشان نعرف الرقم اللي جاي من 2014 لغاية 2022 في 8 قمم جمعوا بين الرئيس عفتاح السيسي ورئيس الصيني القمم دي اجتمع فيها الرئيس عفتاح السيسي في 7 قمم في داخل جمهورية الصين وقمة في جمهورية مصر العربية الرئيس عفتاح السيسي عندما توجه إلى الصين كان يدرك جيدا حجم الدائرة الصينية وحجم الدائرة الأسيوية وموقعها في الأمن القومي المصري لم يكن هذا التوجه توجه اعتباطيا ولكنه كان توجها مؤسسيا ويمكن من الزيارة الأولى في 2014 تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الصين لما بنبص إلى هذه الشراكة الاستراتيجية لازم نحطها في مقامها الصحيح الصين كانت تجربة تنموية يمكن الدولة المصرية استفادت منها على مجموعة من المناح المختلفة المنحة الأول لو حضرتك شفت الاستثمارات الصينية في المناطق الاقتصادية المصرية وخاصة منطقة قناة السويس هنشوف أن الصين هي الدولة الأولى في الاستثمارات في هذه المنطقة لما بنبص إلى التجربة التنموية المصرية الرائدة مشروحها يا كريمة أنا شايفي استشفاف كثير جدا لما تم في القرى الصينية وتطوير القرى الصينية ده بيعكس مدى القدرة على ناكل الخبرات بين الدولتين مدى القدرة على الاستفادة من الإمكانيات التقنية والإمكانيات البشرية الموجودة لدى الدولتين خلي بالحركة الصين أنت بتقول عليها أكبر اقتصاد في العالم متوقع أنه يكون في 2030 تنازع الولايات المتحدة الأمريكية هذه المكانة وتملك أكبر كتلة سكانية على مستوى العالم وجمهورية مصر العربية في منطقتها وفي القارة دولة لديها قوة بشرية هائلة يجب أن تحسن استثمارها في المستقبل من أجل توظيف أكبر لقدرات الدولة المصرية الكتلة البشرية عندما تحسن توظيفها وتتجه إلى الاستفادة من قدراتها المختلفة وتحسن تأهلها للمستقبل وتحسن فعاليتها للمجتمع عشان كده ده أهمية مشروحها يا كريم أنك انت بتعيد توظيف قطاعات من المصريين كانت إلى وقت قريب مهملة بتعيد تأهلهم بتعيد تدريبهم الدولة بتذهب لهم ده استفادة كبيرة جدا من المشروعات اللي تمت في الدولة الصينية لتطوير الكرة الصينية في إطار مشروع نهضة وتنمية الدولة الصينية قطاع الاستثماري بين مصر والصين بيتميز فيه مجموعة من المناحي طبعا قطاع الإنشاءات وإحنا شايفين إسهامات الصين في العاصمة الإدارية الجديدة وفي كل المدن الزكية وفي كل الحركة الإنشائية الكبيرة اللي بتتم في جمهورية مصر العربية قطاع التاني وقطاع المهم قطاع التكنولوجيا للاتصالات وشايفين الاستفادة الكبيرة والتبادل الكبير للخبرات والاستثماري الكبير من جانب دولة الصين في هذا القطاع المهم للدولة المصرية قطاع تاني مهم جدا الدولة المصرية بتذهب لي قطاع ريادة الأعمال والاستفادة من تجربة الدولة الصينية في هذا المجال لدعم رواد الأعمال على مستوى القطاعات المختلفة بنتكلم على هذا المستوى وبنقول أنه كل ده بتدعمه هذه العلاقة التاريخية الكبيرة إنما لما بنبص الحجم الزيارات 11 زيارة لغاية أغسطس 2012 وتمن قمم منذ 2014 حتى هذه اللحظة ده بيعكس رؤية وفكر مختلفة يعني أنت على مدار التاريخ الطويل من 56 لغاية 2011-2011 قمة من 2014 لغاية النهاردة 8 قمم ده بيقول التقدير العالي من جانب القيادة السياسية المصرية والتقدير العالي أيضا من جانب القيادة الصينية تشي جنبينج وهو يتعاون مع الدولة المصرية لازم نتفهم أن العلاقة علاقة مصلحية في التراز الأول بمعنى النهاردة فخمت رئيس عفتاح السيسي متواجد لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 32 زعيم من دول العالم الصين بتجمعهم تحت شعار تجمع قادة العالم ليه مصر موجودة؟ مصر موجودة لأن الدولة الصينية تنظر إلى الدولة المصرية أنها دولة محورية بالنسبة لمشروح الحزام والطريق مصر دولة محورية في مبادرة الحزام والطريق سواء لموقعها في قلب المنطقة العربية أو موقعها كمفتاح للربط بين القرى الإفريقية والقرى الأوروبية فمصر دولة محورية في هذا الإطار بما تملكه من إمكانيات لوجستية في النقل حضرتك بتتكلم على قناة السويس خاصة بعد مشروع تطوير قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة بتتكلم على مجموعة من الموانئ وبتتكلم على مجموعة من الربط الزاكي بين الموانئ المصرية سواء من المرسى مطروح إلى العين السخنة إلى اسكندرية إلى دومياط إلى بورصعيد عبر شبكة من المواصلات بتؤدي إلى تقسير المسافات وتسهل من هذه الرغبة الصينية في الاستثمار في الدولة المصرية حاجة تانية أن الدولة المصرية هي القلب المنطقة العربية وهي رأس المفتاح للقرة الأفريقية وهي المعبر إلى القرة الأوروبية كل ده بيقول أهمية الدولة المصرية بالنسبة لدولة الصين لما هذه العلاقات بتؤسس على هذا النحو ومؤكد أن هذه العلاقات تبنى على أسس واضحة ليه؟ لأن هناك اشتباك دائم متوافق للتجاه من الدولتين تجاه القضايا الإقليمية والدولية من البداية الدولتين اجتمعوا على فكرة عدم الانحياز سواء للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية مع كل الاعتبارات اللي بتقول أن الكتلتين كانوا بيؤثروا الدولة المصرية والدولة الصينية كانوا إنحاذوا إلى الكتلة الشرقية ولكن الدولتين حاولوا أن يكونوا رمانة الميزان في حركة عدم الانحياز لعدم الانحياز بين الكتلة الشرقية وكتلة الغربية في هذا التوقيت لما بنبص لمصورة تطور العلاقات لقى في تطبق واضح في الموقف من القضايا العربية الحيوية كالقضايا الفلسطينية الموقف من قضايا التحرر في البداية ومرتبط بها بعد كده من رغبة في حسم القضايا الفلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة المختلفة في هذا الإطار كذلك لازم نبص إلى الدعم الصيني لمحدود للمواقف السياسية المصرية وللحروب اللي خضتها الدولة المصرية على مدار تاريخها إلى أن حققت تحرير كامل أراضيها واستعادة طابع عام 1989 كل ده بيقول أن الدولة الصينية تقف منصرة للقضايا القومية العربية والقضايا المصرية دخل متغير مهم جدا في هذه العلاقة ومتغير المتعلق بالقرى الأفريقية تتكلم على دائرة أسيوية الدولة المصرية اتجهت إليها وفي نفس الوقت كانت الدولة المصرية تفتح علاقة جديدة مع الدائرة الأفريقية بعد فترة انقطاع طويلة جدا الصين لها استثمارات كبيرة جدا في القرى الأفريقية المستثمر الأكبر في أفريقيا في أفريقيا ومصر من الدول التي أعادت مرة أخرى الرباط الأفريقي إلى اتجاهه الصحيح بعد سنوات طويلة من الانقطاع عن الدائرة الأفريقية لعدة عوامل متدخلة في هذا الإطار الانفتاح المصري على القرى الأفريقية تم بناء على أسس مصر والصين متوفقين عليها تحقيق المكسب للجميع يعني حتى احنا شايفين مؤتمر الفكاك اللي هو متعلق بالعلاقات الصينية الإفريقية دوراته فيما قبل تفعيله وقت رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي وقبل توجه مصر إلى دعم هذا المنتدى الاقتصادي الإفريقي الصيني فكاك بهديع على هذا النحو ده بيحمل دلالات مهمة جدا على كيف تستطيع مصر أن تكون فاعل ولعب مؤثر في هذا الاتجاه لتقريب العلاقات بين دولة الصين وبين القرى الأفريقية مع وجود هذا الكمل هائل من الاستثمارات إنما وجود مصر كشريك استراتيجي مهم وحيوي في هذا الإطار يقف سنة كبير للقرى الأفريقية من جهة لأنها مصر تتبنى القضايا القرى الأفريقية بالطبع ومن جهة أخرى يسهل من عملية التواصل الصيني الإفريقي كل دي ملفات إدرت اللقاءات أو القمم الثمانية التي جمعت فخمة الرئيس عفتاح السيسي ورئيس الصيني تشي جينبينج إن هي تذهب بعيدا لتدعمها إنما هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة دلالات مهمة لأن توقيت الزيارة يأتي في ظل تزايد العداءات والتهديدات من قبل القوى الغربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية للدولة الصينية بالنظر إلى أنت بتتكلم عن السياسة مش بعيدة عن الاقتصاد بتتكلم عن تخوف من هذا الوحش الصيني القادم اللي كي يكون هو قائد العالم الاقتصادية بتتكلم من جهة أخرى أن في نفس التوقيت الصين بتصطديف هذه الدورة لعب الأوليمبية الشتوية أنت عندك وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي هذا الإطار برضو روسيا تتعرض لنفس الاستفزازات الغربية فيما يتعلق بأوكرانيا ومن اللي بتدى القصة بتدت إزاي إحنا اللي بيهمنا أن في هذا التوقيت العالم يشتعل بسبب قضيتين مهمتين جدا القضية أوكرانيا وقضية تايوان وقضيتين حيوياتين بالنسبة لدولة زي روسيا وقضية تايوان حيوية بالنسبة لدولة زي الصين تواجد هؤلاء القادة في هذا التجمع وعلى رأسهم فخمة رئيس عفتاح السيسي بيحمل دلالة أن الصين تعول كثيرا على هؤلاء القادة في أن يحملوا رسالة الصين أنها لا ترغب إلا تحقيق المجسب للجميع وأن أي نوع من الأنوع للدعاءات أن الصين تمثل تهديدا أو خطرا على العالم هي الدعاءات غير صحيحة وإنما الصين تدافع عن حقوق تاريخية الصين تراها مشروعة وترى أن التفاوض حولها هو السبيل الوحيد من أجل الوصول إلى حلول لها بعيدا عن أي تدخل أو تهديد غربي تجاه دولة الصين التي تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها الارتباطات التاريخية يعني خلي بالحضرتك لما بتبص لأوكرانيا وبتبص إلى تايوان لازم نبص إيه مسببات المشكلة إيه اللي حصل علشان هذه المشكلة تظل نتوق في ظهر روسيا وتظل نتوق في ظهر الصين ولازم نحلل هذا المشهد علشان كل شوية العالم يتعرض إلى تهديدات زي المنطقة العربية بالضبط فكرة تقسيم الحدود فكرة تقسيم الحدود ومشاهداته المنطقة العربية من تنزعات حدودية على مرة تاريخ المستعمر القديم والمستعمر الحديث لم يترك فرصة لكي تكون هذه الأرض باردة وينعم أهلها بالاستقرار والتنمية لفترة طويلة من هنا أهمية الرسالة اللي بتصدر عن هذا المنتدى أو هذا اللقاء على هامش دورة اللعب الأولمبية أن قدت العالم المحبين للسلام الراغبين في تحقيق المكسب للجميع يجتمعون لتحقيق هذه الأغراض طيب كده المشاهد يبقى فهم الصين أنا عايزة إيه من مصر كلفت للنظر ليه جدا التعبير اللي استخدمه الرئيس الصيني أن مصر دولة محورية في منطقتها بإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة العربية وشرق المتوسط هناخد حتى الشرق المتوسط دي بعد شوية نتكلم فيها أنا عايز إيه من الصين الصين زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية هي أكبر مستثمر موجود أو أكبر دولة تستثمر في القرى الإفريقية وأيضا الصين لديها استثمارات بخمة وعلاقات اقتصادية أكثر ضخامة بإثيوبيا وإحنا بينما بين إثيوبيا اختلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بسد النهضة إلى آخره ويظن الظالم وأنا منهم أن الصين قادرة بشكل أو بآخر على أنها تنزع أحيانا فتي الأزمة أو تساعد في أحيان أخرى في إيجاد الحلول تعتقد أنه هذه اللقاءات ويمكن كمان لقاء القمة الأخير ده قد يساعد في إيجاد حلول لمسألة ساد النهضة؟ أزمة ساد النهضة أزمة من الأزمات التي تؤدي فيها الدولة المصرية أداءا شريفا يتناسب والمواقف التي تتخذها الدولة المصرية في حل قضايا من هذا النوع في الفترة الأخيرة بمعنى أن الدولة المصرية كان يمكن لها في أي لحظة من اللحظات خاصة مع بعض التلميحات من أحد الرؤساء السابقين النهاردة هو رئيس طابق الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ما فيش مشكلة أن الدولة المصرية تتعامل مع إسيوبيا زي ما يعيز طبعا ده الفخاخ المعتادة طبعا فلما نبص للدولة المصرية ومبادئها في التعامل مع هذا الأمر لازم نتفهم أن ده من مبادئ السياسة خارجية مصرية أن السياسة خارجية مصرية تقوم على احترام الاتفاقيات القانونية الموقعة في هذا الشأن ومنها الاتفاقيات المنظمة لنهر النيل أن الدولة المصرية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى ومن ثم استبعاد أي نوع من أنواع الشبهات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولة المصرية تدعم أو تشجع على محاولة التأثير في نظام الحكم الداخل بالعكس أن الدولة المصرية تعمل لحل هذه الإشكالية في البداية وفقا للإطار الإفريقي ثم وفقا للإطار الإقليمي ثم وفقا للإطار الدولي يعني الدولة المصرية لجأت في هذا الإطار إلى الاتحاد الأفريقي لجأت إلى القوى الإقليمية المؤثرة في القرى الإفريقية لجأت إلى منظمة الأمم المتحدة لمحاولة رأب هذا الصدع والتوصل إلى اتفاق ملزم وعادل ينظم حقوق المائية للدول التلاتة مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التنمية وحق الشعوب في التمتع بمياه النيل وحق الشعوب أيضا في الاستفادة القصوى من هذه المياه مصر ليها تجارب صبقاء يمكن مصر الأساسية الإندوجو مصر لم تذهب بعيدا في محاولات كثير من دول حود النيل لبناء سدود باعتبرها سدود تهدد الدولة المصرية كانت الدولة المصرية تلجأ في هذه الأحوال إلى دعم هذه الدول مصر دعمت في توقيت مبكر جدا في الخمسينيات رغبة أحد الدول الإثيوبية كونغوط في بناء سد وأرسالة مهندسين من عندها يشتغلوا في بناء هذا السد مصر مؤخرا في تنزانيا بتدعم مثل هذا التوجه عبر الشركات المصرية وعبر الخبرات الفنية والإدارية المصرية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لهذه الشعوب وحقها العادل في التنمية لما بنبص في هذا الإطار لازم نتفهم أن مصر ما زالت مصر حتى آخر لحظة ويمكن النهاردة برضو معالي وزير خارجية سامح شكري متواجد في اجتماع الاتحاد الأفريقي قمة الاتحاد الأفريقي ممثلا للدولة المصرية وده بيعبر عن مؤسسات هذه الدولة هذه الدولة تطرح هذه القضايا مرة أخرى وجديدة على الاتحاد الأفريقي بس علشان نوصل للسين لازم نقول إيه اللي حصل في أفريقي الأسبوعين الماضيين شاهدوا زيارة الرئيس الجزائري والرئيس السنغالي للدولة المصرية زيارة مهمة جدا الدولة المصرية تتمتع بعلاقات قوية جدا مع الدول الفرنكفونية ويمكن ده اللي أوصل في لحظة من اللحظات دكتور بوترس غالي لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة هذه الدول الأفريقية تتأثر كثيرا الدول الفرنكفونية بمواقف دول مؤثرة زي السنغال زي الجزائر السنغال رايحة لرئاسة الاتحاد الأفريقي ومن ثم كان على الدولة المصرية أن توضح موقفها الواضح من هذا الأمر وأن الدولة المصرية لا ترغب في تهديد أو أي نوع من أنواع الضرر بالدولة الأسوبي ولكنها تبحث عن حقها العادل في ظل أن هذا الحق يتمتع بالخط الأحمر الذي يحمي الأمن القومي المائي المصري ودير سالة مهمة جدا لما مصر معالي وزير الخارجية متواجد في قمة الاتحاد الأفريقي وفي أقصى الشرق فخامة رئيس عفتاح السيسي متواجد في الصين هذه قضية من ضمن قضية كثيرة جدا يترحى الرئيس عفتاح السيسي في زيارته الزيارة من زيارة السد بس أو مش التركيز على قضية السد بس قضية السد أحد القضايا التي يحملها دائما الرئيس عفتاح السيسي في حقبته التي نطلق عليها الدبلوماسية الرئاسية السياسة الخارجية المصرية اعتمدت في تأثيرها طوال الفترة الفاتت على الدبلوماسية الرئاسية هي كانت مفتاح المحرك للنجاحات التي حققت السياسة الخارجية المصرية طوال الفترة السابق والديبلوماسية الرئاسية دي ارتكزت على مجموعة من الأطر الإطار الأول أن هي كانت بتحمل القضايا الاقتصادية ووزراء المجموعة الاقتصادية دائما حضرتك تحضرهم من 2014 لغاية النهاردة مع تغير الوزارات المختلفة إلا أن هم المشهد كان يحمل أن هم المتواجدين من أجل البحث عن سبل تعميق الاستثمار من أجل البحث عن تبادل الخبرات الفنية والإدارية من أجل البحث عن سبل أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة خلي بالك العالم داخل على أزمة تضخم كبيرة جدا مؤكد أنها سيكون لها نعكسات على كل دول العالم نتيجة جائحة كورونا من جهة أخرى لازم نبص ونتأكد في نفس هذا التوقيت الرئيس عفتاح السيسي بيحمل معاه ما يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الدولة مصرية يعني كانت في البداية وعود أن الدولة مصرية ستتحرك وستوفر المناخ المناسب لأن نهاردة بقنا بنتكلم على أرضية صلبة وبقية الدولة مصرية قادرة على عرض مشروعات تنموية عملاقة بتعملها زي مشروع حياة كريمة ومن ثم دي واحدة من الملفات التانية اللي بيحملها فخمات رئيس عفتاح السيسي ملف ثالث وملفه مهم جدا ملف الإرهاب لاتحاد الأوروبة النهاردة بيختار مصر لرئاسة مؤتمر الإرهاب اللي هم بصدت تنظيمه مصر بتطرح هذه القضية باعتبار أن الإرهاب مهدد رئيسي لكل جهود التنمية على مستوى العالم مش على مستوى المنطقة بس مصر في هذا الإطار وزي ما حضرتك قلت بقى الصين عايزة إيه من مصر طيب الصين عايزة بتتكلم على مصر وموقع مصر في قلب زي ما قلنا قلب المنطقة العربية وقلب القرى الإفريقية وفي قلب منطقة شرق المتواصل آه الدولة مصرية بقت شريك دولي فاعل ولم تقف عند نقطة أنها يعني فاعل أقليمي مؤثر لا بالعكس مصر شريك دولي فاعل أهم الاختبارات كانت في ده لما العالم كله ما كانش قادر يتدخل في القضية الفلسطينية في الأزمة الأخيرة في غزة ولكن الدولة مصرية تدخلت بقوة وضمنت الهدنة وتعمل على الحفاظ عليها من أجل استمرار جهود الإعمار في غزة ودعم جهود السلام والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وعادل في هذه القضية إذن أنت بتتحدث عن رؤية صينية مختلفة للدولة مصرية بناء على معطيات هذه الشراكة الاستراتيجية المستمرة بناء على تبادل الخبرات أيضا الدولة مصرية في هذا الإطار بتحمل قضايا مهمة جدا عرضها فخامة رئيس عفتاح السيسي مش بس القضايا الإفريقية التي نحن رحل على مؤتمر أفريقيا السين في خلال أشهر قليلة لكن أيضا أنت بتحمل معاك القضايا العربية وعلى رؤسات القضايا السورية وعلى رؤسات القضايا الليبية وعلى رؤسات القضايا اليمنية وعادة الرئيس عفتاح السيسي في مثل هذه التجمعات لا يكتفي باللقاء القمة اللي بيجمعه برئيس الدولة المنظمة للقمة أو للقاء يعني مؤكد أن اللقاء الموسع تم بين فتاح السيسي وفخامة رئيس الصيني تشي جينبينج لكن مؤكد أن الزيارة تم استغلالها على النحو الأمثل لتحقيق المصالح المصرية خلي بالحضر أن من ضمن اللقاءات التي تمت حتى هذه اللحظة لقاءات مع رؤساء دول من منطقة وسط آسيا ومنطقة وسط آسيا أحد المناطق المهمة للدولة المصرية بتعول على التعاون المستقبلي معها وهي تدرك جيدا أنها قوة مؤثرة في المحور الإقليمي بالكامل في المشهد الإقليمي بالكامل إذن أنت بتستغل كل الفرص من مصر بتستغل كل الفرص الممكنة عبر الدبلوموسية الرئاسية وتوظف كل الجهود التي تمكن من خلالها تنفيذها زي السياسات على الأرض وعلى أرصاب الطبع المؤسسة المعنية بتنفيذها زي السياسات وهي وزارة الخارجية من أجل تفعيل ما يتم طرحه نظريا على الأرض بسياسات وقعية وباتفاقيات تهدف في النهاية إلى تحقيق الأمن القومي المصر هو الفقرة خلصة صحيح لكن هذا لا يعني أنه اللقاءات خلصة احنا لازم نستقنف لقاءات كتير خلال الفترات الكتيرة اللي جاية بإذن الله يعني ربنا ادينا جميعا العمر خصوصا في مسألة في مرة المرة لازم نقعد نتكلم على أهمية منتدى شرق المتوسط ودي المنطقة اللي مكناش بنتكلم عنها تقريبا من ساعة منتولات خالص على طول عمرنا إفريقيا الشرق الأوسط الشرق الأوسط أو المنطقة العربية إفريقيا مسألت الشرق الشرق المتوسط دي حاجة مستجدة علينا جميعا طب إحنا عملنا كده ليه؟ وإيه المكاسب التي عادت على بصر من وراء هذا المنتدى هيبقى لنا لقاءات كتير خليني أشكر ضفنا العزيز جدا جدا أجاوب لحركة إجابة سريعة بس سريعة ماشي الدولة المصرية عندها دوائر أمن قومي خمسة رئيسية من هذه الدوائر الرئيسية للأمن قومي المصري الدولة المصرية بتخلق دوائر تفاعلية أصغر بمعنى أن الدولة المصرية مش بتتحرك في إطار الدوائر الكبرى الجمدة اللي هي محددة لإطار التفاعل للسياسة الخارجية بتاعتها ولكنها تخلق دوائر تفاعلية جديدة في نطاق أضيق تضمن تفعيل هذه المصالح للنطاق الأكبر يعني الدولة المصرية لما بتروح إلى منطقة الشرق المتوسط هي بتضمن التنمية والأمن والاستقرار للأقليم بالكامل لما المنتدى تحول إلى هذا النحو الذي تحول إليه أنت شفت الدول الإقليمية اللي انضمت ليه واللي ما كنتش ممكن تتخيل أنها يمكن أن تلتقي في مثل هذا المنتدى من أجل التعاون والبناء المستقبل في مشروع الغاز والاستثمار في الغاز اللي هو مستقبل الطاقة في الأقليم بالكامل والعالم أيضا هي المسألة عاملة بظبط زي التأثير الموجي كده عندما تلقي بحجر فيؤدي إلى موجات أو أجنحة الفراشة التي تؤدي إلى أعصير مصر خلقت فعلا حاجة اسمها منتدى الشرق المتوسط مما أدى إلى تفاعلات أكبر بكتير جدا على مستوى العالم وده واحد من ضمن الأسرار اللي خلت مصر لها تأثير شديد القوة في المنطقة أنا عايز أشكرك مرة تانية وثالثة الحقيقة نورتنا وشرفتنا شكرا يا سبيس الأستاذ أحمد ناجي أمحى كاتبنا الكبير ورئيس تحريح السياسة الدولية والذي دائما بتشرط بأن إحنا إصحابنا وورتنا وشرفتنا شكرا يا سبيس وبإذن لا تتعدد اللقاءات استنونا بعد الفاصل رحمة الله عليه الأستاذ جلال الشرقاوي عمر من الفن والمسرح والاكتشاف والاستكشاف إذا صح التعبير والإسهام الحقيقي حياته كلها راحت علشان خاطر النهضة المسرحية والنهضة الفنية استنونا بعد الفاصل مع ضيف رائع ناقدنا الفني آدم مكيوي استنونا بعد إذنكم موسيقى